زوار في الجول في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة دايما بنغطي كل الفعاليات وكل البطولات وكل النجوم المصريين في الخارج خارج مصر ونجمنا النهاردة هو سيف هنداوي النجم MBA Academy منورنا يا سيف في بداية سيف كلمنا عن بدايتك مع كرة السلة في مصر حتى قبل ما تيجي خاطرة MBA أطاقت كانت كنا قبطناه النادي النادي أجرم أروح الـ MBA كنت في الأول كنت في السيد وبعدها رحت لأهلي وبعدها جزيرة وبعدها رجعت تاني لأهلي وبعد كده رحت المنتخب ومن المنتخب بيجات كنا على الأهلي وبعدها سفرت فكان في تنقلات كتير تمام طيب خطوة MBA Academy بقى جات إزاي؟ من أفريكا لستعمل في مصر الصراحة وبعد لما سبنا أفريكا وبتاعه وما عجبتهم بقى جزيرة ويطابعوني في نهاية أهلي وبتاعه وانا حال لما رفلهم بعثيش تشهر كنت السادس أفضل مسجل للكروات بمعدل 13.4 نقطة في المباراة هل ده كان سبب في انتقالك لـ MBA Academy؟ لا أنا أقصى ده من MBA Academy يعني أنا أقصى كنت في الـ MBA Academy بعد كده رحت المنتخب بص ده يتكاس عادة ممكن إيه المهارات اللي انت كونك تستفتها من MBA Academy سواء مهارات شخصية أو حتى سواء مهارات فنية؟ هي أعتقد علميتني زي ألعب مع الفرق أكتر ويبقى فيه كمسة المبينة وظنينة العيبة وأعتقد تماما عشان من آآ أنا بلعب به فعندي بيشن أكتر أحسن كتورة وبول كنترول أحلى فأنا حاسس ده برضو زود من آآ من سكري بنفسي أكتر فعشان كده بدأت أسجل في كيل وبدأت كمان عشان باس نتفكر في نفسي لحاول أفكر إن إزاي يخلي الفرق أحسن فمنتخب تحت سوعتاشر آآ وبرضو كنت بقى لعب ديفينس برضو وباليم الكور وبتاعة كنت أربعة ساعتها في المنتخب كنتش لسه عشان المنتخب عندنا كان شوية كان قصية فأنا كنت أعتبر من الأطول الناس هناك هو ده السبب اللي خلاني عبقى تحت أكتر وليم وريباوند وريباوند وبلوكات وكده آآ هو برضو السكة برضو التمارين الكتير التي يتمرنا مع الانبيا اكاديمي والجم هي المنتفق فاهم وكل شنج هي المنتفق في المشروط اللي هي المهمة زي دي المشروطة تحسيرها الفترة بتاعتك اللي انت هتقعدها مع امبي اي اكاديمي أنا عارف ان انت بقى لك سنتين مظبوط؟ نعم الفترة بقى اللي انت هتقضيها في امبي اي اكاديمي ممكن توصل لقدي ايه تكون قدي ايه الفترة؟ آآ أنا قاعد بضرسك الشهور كمان وأنا ذاتي سينير اللي مدرسك بتاعدي فأدراتك عندي ستة شهور اهضة مرة على نفسي والبسكت والجسم ايه تاني التالوقتي بتقول لي انك سينير فانا احنا شوية محتاجين نفهم تفاصيل اكبر يعني التدرج بيكون ازاي والمراحل بتبقى ايه يعني بدأتي ايه وبعد كده وصلت لايه تاني سنة والنهارده قدامك ستة شهور المفروض ان الترجل بتاعك توصل لايه؟ اولا كنت انا قبل السينير كنت في جريد 11 وانا جيت في نصر تاني فانا اطريق اعمل مع بعض والسينير كان الثاني والحمد الله خلاص لها وايا دي بتحصل لما انت بتبقى على حسب سينير حسب شوية انت جاي من المدارسة بتاعك انت بتخرج مسلا جريد 11 تاني هم بيضيفه على الجيبي بتاعك ويشوف انت فقالي مستوى عشان توصل للسينير احكينا شوية هاخدك شوية ليه بطولة الدوري الافريقي البال احكينا شوية عن كواليس البطولة دي وخاصة ان انت اخترت اللاعب مع نادي بيترو ديلواندا الانجولي ولعبت كمان اصد نادي الاهل في مصر فريقك السابق فاحكينا اكتر عن كواليس بطولة البال اول حاجة انو كانش مكتف ايدي لانا اختار الفرقة فانو احنا عشان احنا بيت ناشر اللاعب من البيا الاليفيت من الانبيا اكاديمي هم بتحطوا كده في الدرافت وكل الفرقة هي اللاعب المحتاجة انا بيترو كانت هي كانت في البيك الاولينية قبل الاهلي فهي اخترتني فالاهلي معلش اعمل اي حاجة فاختر واحد اسمه غامن كاميرا وهو ده اللاعب مع الاهلي لما انا لعبتهم في مصر يعني استراحة مكتش في اي شعور استراحة مع ان انا كنت مهتمة فيلت بيترو فانا انا عايز اكسر الطبيعي يعني في رقتي فانا طبيعا انا عايز اكسر بس طبعا طبعا كل احترام طبعا كل نادر الاهلي وكل عيبة وكل مدالين الفنيين والمدربين بس مهما حصل اي نادر الاهلي انا بكون عايز اكسر اكسر اكيد يعني بس طبعا ده نادر طبعا انا محبه طبعا وهو طبعا وصلني من الحتة ان انا فيها طبعا شكرا عظيم طبعا لكل الكبات اللي مسكوني هناك طبعا مش عايز اقول اسامي عشان منساش حدث بس لو كل اللي مسكني هو طبعا عارف هو الدي فهمم احط في لها عشان اوصل من المستورة هل هتكرر تجربة المشاركة فيه بطولة النسخة الحديثة ان شاء الله احتمال هدفك اكيد مع كرة السلة اختلف قبل ام بي اي اكاديمي عما بعد ام بي اي اكاديمي هدفك دلوقتي ايه بعد ما اتحاكت ب ام بي اي اكاديمي وبقالك اكتر من سنتين ولسه قدامك ستة شهور وهل اه خطوة او حلم الانضمام ليه الام بي اي ايه هي ضمن خطتك واهدافك واحلامك طبعا ام بي ايه طبعا بقى حلم طبعا كبير ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله انا احققه وانا باخد خطوة بخطوة الصراحة يعني انا دلوقتي الحمد لله خلصت افريقيا راحت مع الام بي اكاديمي خطوة التانية انه بقى من من الخطوة اللي بيسافر خطوة التالتة انه بقى من الخمسة اللي بلعبه الخطوة التانية انه ان شاء الله الله جامعة حلوة اه اعرف اه اشو كيس ماي تالن والناس عاوز فراجة عليها من ام بي سكاوتز فقى عشان يبقى عندي خلص احسن ان اخش في الدرافت عزيم جد عزيم جد ان شاء الله الحلم ده يبحقق وان شاء الله نشوف نجمه مصري موجود اه في الام بي ايه وبينافس على اعلى اه المستويات اه برأيك بقى انت شايف اكيد لعبت طبعا مع لعبين مصريين قبل الانتقال لخطوة الام بي اي اكاديمي هل بترى ان في لعبين مصريين عندهم الامكانية للانتحاق زيك ليه ام بي اي اكاديمي بصراحة يعني بقول لي صريح اه في لعيبة كتير جدا 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 بسم الله ما شاء الله موهوبة بطريقة مش طبعية في مصر بسم الله ما شاء الله يعني بس السؤال هنا بقى هل هم بيحط نفس المجهود زي ما اللعيبة اللي اتبرد بيحطوه ولا لا ده اللي بيفرق لاني انت حداك عندك لعيبة مصريين موهوبة جدا انا ما شاء الله بصراحة لعيبة بس هل هم بيحطوا الساعات والتمارين والجيم والشوت وكل الكلام ده زي اللعيبة للبرة ده هو ده السؤال فده لو تغير اه في ناس كتير بولوحة امريكا وناس كتير يحاول نفسه على على اسمه ده على في البلد روما راحناها واسكانيا واوروبا فهو ده اللي انا اهو ده اللي انا بقترف يعني هو يبقى فيه وقت اكتر لعيبة البسق يعني احنا مسلا في الانبيا اكاديمي يقول اتمرن كل يوم معنا تأي يوم ما يحبس بي رياح عشان رحم مهلا ففيه ناس بيوصحوا بساعة خمسة الفجر بساعة ستة بساعة ستة بساعة ستة راحب للساعة تمانية بعدها مسلا يخش الجيم بعدها رواح راكله يعملوا اه خلاص مزاكرتهم يجعوا تاني قبل التمهين يتمرروا مع مدرد اسمها بايتمين هو بيحسنوا من نفسهم بعدها مع الفرقة وبعدها بيجي خلاص مع الفرقة يتمرنوا لوحده فهو ده المجهود اللي انا بقوله اللي هو عشان واحد يرسل للامبي او يرسل لمرتبة عالية في العالم كازي نحط المجهود للطعب في مصر شوية ما كانش موجود بالشكل المنظم اللي انت بتتكلم عنه وكان موك يكون مجهود فاردي صح انا فهمت صح؟ مشهود موجود فني عشان برضه ما مش راح اعميره حاجة فصح المجهود عندنا اربعة عشر ساعة وما قلتمنا ما عندهمش غير ان هما ايه مرمونا احنا فالطعب المجهود الفنيين اللي في مصر في اللي بي عنده شوية تانية في اللي بي عنده اهل برضو عاجل في اللي بارهم عليهم فميبخش هو بتاعهم مش من عائل وزايا ما هما مركزين انا معانا في العنبي اكاديم وكمان اوقات العمل والتمارين بتسفرق فبديدجيب جهاد وكمان مسافة من بعيدة وكمان مفيش كده اه اه مفيش مسلا اه قتيل مسلا في ملعب لا فيه صحة من الصفحة بس أولا ما فيه شيئا مثلا هو بديكيش انه هو بتاع تميسة ستة الصفح خمسة بايت مصباح باش شوية تقالية تنظيم ديها جيم كده يعني ده لانا مش جار في الصباح تمام عظيم جدا طيب خليني أسألك بعض الأسئلة السريعة كده نقول بالنسبة لسيف من هو الفريق المفضل ليه في الان بي اي موكي بوكس طيب بالنسبة لسيف من هو نجمك المفضل في الان بي اي في حد في مصر اي شاول ابويا طبعا طبعا هو والد كابتن سيف ممكن برضا تكلمنا عنه بيمثل لك اي ويساعدك ازاي في خطويتك بالامتقال لي امبيا اكاديمي ويساعدك ازاي في بدايتك مع كورة السل صراحة تمامرين ان داما باجا ما هو نيس داما لسوفهي نشوت قبل مسلا اه قبل المنطشات وقبل التمارين مسلا في مجدومة يعني مست لا وفيها هو اجازة باش عمي شغل ده لكم ده بمزل وعلمي زي ان انا اطمارا الصبح الواحدي وشيشين اجري طبعا اه كلما بطبر كلما عرفتي في قبيل اتقرب وطبعا ارباش انساء ده ما بتكلمي ده يصري على مطشاتي على التماريني في حيات كده اسمها فيه وخلص استمريه بس وابعته منها هو يعطي ديني عنها بس طبعا من المنصة اللي طبعا ساعدتني جدا جدا لان اوصل لانا فيه طبعا دلوقتي وطبعا اهلي برضو كلهم يعني حتى كان امي برضو اه كانت ده ده مي توديه دهما من كبتبات حبل العزيز طبعا ايه طبعا شكر دي طبعا وكبتلتني جزيرة بس هو اتبع بنغل في السمانك فكل دول ساعدوني انه هتعلم بزيها مجهود في البسكت اكبر ده سؤال اخير مان هو اللاعب اللي بتحب مهاراته في الام بي ايه وحتى بتحاول تقلدها ما بينك وبين نفسك اسمه تاريس هلبي ده بلعب في الديانا بيسج ده ده بوينجالد بيقاوج مسلا تنصوشها لأه السيسطة لحالي فهو ده لانا وكان طويل ففاق عسلنا كده فعلي فعلي شوية منديه لانا هيئتي بس انا قطر منش صراحة نعم هو كان بوينجالد ففاق برضو بوينجالد ففاقص عالمين كتير عظيم جدا ان شاء الله كن موجود في وقت ملوقات كمان معاه في الام بي ايه شرفتنا ونورتنا سيف هنداوي نجم الام بي ايه اكاديمي نورتنا وشرفتنا في موقع في الجول بس شكرا اشتركوا في القناة